برج السرطان غدا السابع عشر من نوفمبر الفين وثلاث وعشرين إن موضوعات القبولة هو الأمل والتسامح والموادة تسعدك عندما تبدأ يومك يا عزيزي برج السرطان إن مشاركة الحلم أو المثل الأعلى أو المعتقد مع شخص ما يمكن أن يعزز إتصالك. ابحث عن طرق لإعادة التواصل مع تلك الأنشطة التي تغذي روحك وتشجع على التعبير عن نفسك بحرية أكبر إن وضع لمس جديدة على الأشياء يمكن أن يغير كل شيء بطريقة جيدة من الصهل لاعتماد على الصبر. يتقدم اليوم بشعور أكثر اهتنافسية يمكنك أن تشعر بالتمزق قليلا بين الالتسام بما هو مريحا وبين المخاطرات. الطاقة الإضافية التي تواجهها قد تحبطك إذا لم تقم بتواجهها إلى شيء منتج أستفد من الحماس الناتج عن محاذاة الشمس والمريخ القادمة التي تتناغم مع برجك. إنه الوقت المناسب لفهم رغباتك وحاجتك إلى العمل. يشكل من ريخ ثم شمس رحلات ثلاثية إلى أنبيتنا اليوم مما يضع في طابعا سلسة واشقا على اليوم. نحن نصله بسهولة إلى حدثنا ويمكن أننا تحرك لمساعدة أنفسنا أو دعمها أو تقديمها. نحن نسعى ونجد الألهام. إن تقليل من التركيز على بعض اهتماماتنا أو اهتماماتنا المادية على الأقل مؤقتا. يمكن أن يكون أمرا سحريا الآن. نحن نرى الأمور والمواقف والأشخاص من منظور لا يسمح بالاختلافات فحسب. بل يجد الجمال في الاختلافات. ومع ذلك هناك بعض الميزة لهذا اليوم مع الكوكب الزهرة شبه المربع والمريخ. وهو الجانب الذي يمكن أن يخلق بأهتماماتنا. متوتراه وتنفسية قليلا أو محفزة ومنشطة. اعتمادا على كيفية تعاملنا معها. يسلق هذا الجانب الضوء على الاختلافات في أساليبنا ورغباتنا وإحتياجاتنا. ويمكن أن تنتج توترات في العلاقة. أنتبه للتحركات المتهورة. بما في ذلك عمليات الشراء. على الرغم من أن الأمر قد يكون متوتر بعض الشيء. إلا أن هذا العبور يمكن أن يحفزنا أيضا بمهارة لتحسين ظروفنا.